السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الفيديو الخاص بـ Fire Alarm Control Panel وإيه أشكالها المختلفة إحنا شفنا إن في عندي 3 أنواع من Fire Alarm Control Panel نتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الـ Conventional Fire Alarm Control Panel النهاردة نتكلم إن شاء الله عن الـ Addressable Fire Alarm Control Panel عشان تحل مشاكل الـ Conventional إحنا قلنا الـ Conventional Fire Alarm Control Panel مشكلتها هنبدأ استخدم في المشاريع الصغيرة والأماكن الصغيرة وما بقدرش أعمل كنترول على بعض الديفايسيز ولا أقدر استخدم مونيتور موديول على كنترول موديول زي ما شفنا الفيديو اللي راح النهاردة هنبدأ نتكلم عن الأدريسابول فير ألارم كنترول بانيل هنا بيتم توصيل كل الأجزاء أخوانا في الأدريسابول على حلقة مغلقة أو بنسميها Closed Loop بيتم توصيل كل الأجزاء داخل حلقة مغلقة أو Closed Loop وكل جهاز بيكون ليه عنوان وديه الميزة الخطيرة في الأدريسابول كل جهاز موجود في مكان ديتكتور عبارة عن رقم في الأخير أقدر أعرف منه الديتكتور ده موجود في أنهي غرفة وفي أنهي مكان وفي أنهي دور بالضبط ومن خلال هذا العنوان أقدر أحدد مكان الحريق بالضبط تمام؟ لأنه أعرف مين الكاشف اللي عمل الإنظار بعينه تمام؟ كاشف رقم 10 رقم 20 اللي في الضرق اللي في الضرق 50 وهكذا كل رقم طبعا هعرف رقم الكاشف وبالتالي نمحدد أن الكاشف ده بالرقم الفلاني موجود في المكان الفلاني فأعرف مكان الكاشف ورقم الكاشف وكمان هقدر أسجل ساعة وقوع الحريق يعني هو بيسجل الحريق ده أو الألارم ده اللي حصل كان الساعة كام فأنا أقدر أخذ فل داتا تمام عن مكان الألارم حصل فين ورقم الغرفة رقم الديتكتور وحصل الساعة كان ده هيحصل من خلال أو هنتم الحصول على هذه الداتا من خلال الأدريساب والفاير ألارم كونترول لو أنت شايف كده الفاير ألارم كونترول باني على اليسار بيطلع تدخل على الديتكتورز وعلى الألارم وعلى المونيتور وعلى الكنترول وعلى كل الناس داخل كلوزد لوب كل المكونات عملتها على نفس اللوب وليست كما تحدثنا سابقا عن الزونز الزونز كنت بنحط الساواندر لوحده والديتكتور لوحده وهكذا على زون أما هنا لا بأعمل كله في كلوزد لوب تمام عدد النقاط اللي بتبقى موجودة على اللوب بتتحدد حسب الشركة المصنعة ممكن توصل لحد مثلا 200 أو أكتر تمام حسب يعني في الرينج 200 ممكن تكون أكتر شوية أو أقل شوية 250 وهكذا تمام حسب كل شركة والديفايسيس اللي تقدر تركب عليها فأنا بأقدر لو أنا شايف كده اللوب واخد عليها ماني والكول بوينت وبعد كده ممكن يكون سموك ديتكتور هيد ديتكتور وهكذا داكت ديتكتور وحط عليها هورن وسبيكر كلهم في اللوب وأقدر أقفل اللوب دي في الآخر تمام وارجع ليه اللوح يبقى كل مكونات المنظومة حطيتها في وان لوب بتم توصيلها كلها على اللوب تمام بس الكلام دا ما كانش حصلا فيه النظام التقليد أنا بحط الكواشف لوحدها وأجزة الانزار لوحدها كان فيه فاصل سيبريشن تمام فيه اللوبز هنا بيتم توصيف اللوب بعدد أو توصيف اللوحات بعدد اللوبز الممكن تقدر تشيلها وبالتالي الشركات تقولك والله اللوحة دي أربعة لوب اللوحة دي عشرة لوب اللوحة دي تمانية لوب وهكذا هنشوف دلوقتي ده تشهيد خاصة بشركة زيتا مثلا مديني هول بارد نمبر والسبلاي فولتج والسيستيم فولتج والنمبر اوف لوبز أنا اللي يهمني هنا النمبر اوف لوبز ممكن يكون لوب واحدة ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلاتة ممكن اربعة حسب الموديول واللوب كبستي يعني كل لوب بتشيل 250 ديفايس سواء ديتكتورز او غيرها يعني فهنا بيبدأ يديني الفيتشورز اهو من واحد لاربعة لوب 20 زون ليد 250 بروغرامبول زون مهمة جدا دي والإيفنت لوج اقدر اعرف الإيفنت اللي حصل من خلال سجل الاحداث اللي هو الإيفنت لوج و20 كاراكتور ديفايس تيكست الحاجات المكتوبة والزون تيكست تمام واقدر هنا هو في عندي واحد فاير ريلي وواحد فولت ريلي في عندي ريلي خاص بي ان في حريقه في عندي ريلي خاص باني في عندي فولت مهم جدا ان اللوب انا ما بحملهاش 100% من اللي مكتوب تمام يعني الساعة بتاعت الكتالوج 200 انا بحمل 80% عشان يكون في يعني مراعاة للتوسعات لانا عايز ازود ديتكتورز عايز ازود غرفة مثلا فيها 3-4 ديتكتورز اقدر اضيفهم على اللوب فدايما اللي مكتوب على الكتالوجيات بنعمل 80% منه من اللوب بتاعته طبعا الكنترول موديول والمونتور موديول بيكون حسب الشركة المصنعة بتدخل بيتم احتسابهم من ضمن نقاط اللوب تمام وفي ناس بتتحدد اقصى عدد للكنترول موديول والمونتور موديول تمام ممكن يوصل على اللوب الوحدة الخاصة به هذا المكون او هذه اللوحة ممكن يوصل 125 مثلا على نفس اللوب الاشتراف بتاعي يعني مثلا اللوحة فيها 250 زي ما شوفنا اهو اللوب كباستي 250 ديفايس يشمل كل حاجة ممكن اوصل لحد 125 مونتور موديول او كنترول موديول على نفس اللوب الخاصة به اللوحة من ناحية الشورت سيركيت عشان اتجنب فصل اللوحة لما يحصل الشورت سيركيت كان لازم تعمل عزل الجزء اللي فيه المشكلة عن باقي الشبكة كانوا بيستخدم جهاز بيتم تركيبه بعد عشر اجهزة اللي هو الايزوليتر تمام فكان عندي بعد كل عشر ديفايس اروح مركب ايزوليشن موديول اللي هو شكله اللي قدامك ده يعني كل عشر اجهزة تقريبا بعد كل عشر اجهزة بركب ايزوليشن موديول يبقى ايه الهدف من الايزوليشن موديول العزل عشان اتجنب الشورت سيركيت عشان اتجنب الشورت سيركيت طيب لو حصل الشورت سيركيت هلاقي اني عشر اجهزة بين الموديول بتاع العزل تمام مثلا موديول ايزوليشن رقم 3 وموديول رقم 4 هما اللي فصلوا تمام ده لما حصل فولت وبالتالي انا قدرت احمي العشر اجهزة او اقدر اطلع العشر اجهزة دول من الشورت طيب عشر اجهزة مش كتير وعشان كده دلوقتي معظم الكواشف بيكون جاي فيها بيلت ان ايزوليتر لا عشر اجهزة كتير يعني انا لو فصلت عشر ديكتوس ممكن يكون في مكان كريتيكل تمام فصل عنه كامل وبالتالي يحصل مشكلة فكان بعد كل عشر ديبايس بركب ايزوليشن موديول عشان اقدر احجم الفولت تمام بتاعي اما دلوقتي معظم الديتكتور بيكون فيها بيلت ان ايزوليتر تمام فبالتالي لما بيحصل فولت بيتم فصل جهاز واحد فقط التكنيكال سبسيفيكيشن زي ما احنا شايفين كده اهو في الديتاشيت لأحد الشركات ادي البارت نمبر مثلا ده الديتكتور كلاس هو سموك او اوبتوكال سموك ديكتور او لو احنا شايفين على يمين كده ده كومبايند سموك وهيت تمام هو جاي عند الايزوليتر تريجر فبيقول لي فولت او فولتش بيزد ويز امبير ليد اندكيشن يبقى في عندي ايزوليتر تريجر يبقى الهدف او الشاهد ان انا دلوقتي الديتكتور بيبقى فيها ايزوليتر انا مش مضطر اركب تمام ايزوليشن موديول عشان احمي في حالة حصول فولت او شورت سيركيت طبعا فيه نوع اللي هو الوايرلس الوايرلس كنترول موديول او فارلارب كنترول موديول فيه اماكن وبقدرش اركب فيها موسير وتمديدات شبكة فانا مش هينفع اوصل كابلات مش هينفع اوصل موسير زي الاماكن الاسرية مش معقول انت داخل مثلا مكان اسري تماثيل معينة بمليارات الجناهات وحاجات اصلا المباني قديمة فميش هينفع انا اركب فاير الارم كنترول بانل سواء كانت الترديشنال اللي هي الكونفينشنال او الادريسابل وفيه موسير رايحة جاية وكابلات بين الديفايس مش هينفع فبنستخدم الواير لس الواير لس فاير الارم كنترول بانل فيه الاماكن الحساسة اللي مينفعش اركب فيها كابلات وبالتالي بستخدم الواير لس فاير الارم كنترول بانل في المشاريع الكبيرة يا اخوانا بيحصل اتصال بين اكتر من لوحة يعني انا ممكن يكون عندي 3 اربع مباني كل مبنى ليه لوحة وبالتالي عايز اربط اللوحات الرئيسية دي ببعض يعني عايز اربط فاير الارم كنترول بانل مع فاير الارم كنترول بانل فبيحصل ان انا بوصل فاير الارم كنترول بانل دي بكوميونيكيشن وز داتا كابل يعني انا اعمل كونيكشن بينهم بداتا كابل تمام وكمان اقدر احط حلول لمرقبة منظومة الانذار من مكان بعيد من اللوحة واقدر اوصلها بموبايل ابليكيشن مثلا واقدر اشوف حالة اللوحة في الموبايل ابليكيشن او السوفتوير اللي انا اقدر اشوف بيه حالة اللوحة الجزئية دي مهمة جدا اللي هي الريبيتر بانل الريبيتر بانل ممكن اركب فاير الارم كنترول بانل واحتاج اعمل توسعات بس انا مش هركب نظام اللوحة كبيرة تانية فانا محتاج حاجة تعمل لي ريبيتنج تكرار تمام الريبيتر بانل تقريبا ليها معظم الخصائص الخاصة بالفاير الارم كنترول بانل فهي بتعمل ديسبلي للالفانكشن الزمين بانل يعني هي بتعرض بتعرض الوظائف كأنها لوحة رئيسية ولكن بات ويز اديشنان او اديشن او اديشن او ان انديكيتور تست تمام يعني بيبقى فيه الفول كنترول من اللوحة تمام وبيكون فيه بعض الكنترولز من الريبيتر طيب لازم طبعا تكون اللوحة الرئيسية اللي هي الفاير الارم كنترول بانل لازم يكون فيها نقطتين مكتوب عليهم ريبيتر اوتبوت كونكشن يعني لو الفاير الارم كنترول بانل اللي حضرتك مش تريها ما فيهاش اطراف توصل عليها الريبيتر بانل فانت مش هتقدر في الحالة دي تستخدم ريبيتر بانل معظم اللوحات الكبيرة دلوقتي بيبقى موجود فيها ريبيتر اوتبوت كونكشن وجه بسالب زي كده كابل ابتو اتنين كيلو متر ويروح رايح للانبوت بتاع الريبيتر وبالتالي انت ربط بين الفاير الارم كنترول بانل اللي هي المين بانل اعتبارها لوحة رئيسية ولوحة فرعية تمام فبالتالي بيقدر يعمل الكونكشن ده بسهولة فيه ناس بتقول ان اللوحة ممكن تتركب كجزء من اللوب وفيه شركات تانية بتقول ان هي لازم تبقى اللوب لوحدة Fixed inside loop as device او Fixed as separate loop من ناحية توصيل الريبيتر بانل طبعا المسافات ممكن توصل لحد الفين متر بين اللوحة الرئيسية ولوحة الفاير الارم كنترول بانل لو احنا شوفنا كده الدياجرام ده اكتر هنلاقي المين المين كنترول بانل او الفاير الارم كنترول بانل وهنا مديني number of repeaters ممكن اوصل ريبيتر اثنين تلاتة الحد مثلا اثنين وثلاثين ريبيتر والاثنين وثلاثين ريبيتر دول بيركب عليهم باقي الديفايسيس بتاعتي حسب اللوب زي ما احنا شايفين كده واللوحة الرئيسية طبعا واصل عليها معظم الديفايسي في المبنى الرئيسي سواء كانت سموك ديتيكتور هي ديتيكتورز مانيوال كول بوينت وهكذا كمونتور موديول كنترول موديول حسب اللي انت بتشوفه طبعا هنا الكونديوت والكابل دي ان شاء الله ناخدها في